ترند المنديال وأكيد أخبار كتيرة جداً هتكون مستمرة معانا على مدار البطولة فهنا نبتدي بحساب ESPN على تويتر وتصرحات لكريستيانو رونالدو التصرحات يعني مستمرة على مدار الفترة الفاتت بخلاف حواره اللي كان قبل المنديال مباشرةً دلوقتي عنده بعض التصرحات المهمة قبل انطلاقة البرتغال في البطولة قال إيه كريستيانو رونالدو؟ قال أنا حتى لو فصت بكاس العالم فالجدال بشأن الأفضل في تاريخ كرة القدم سأزل مستمراً ده بيقول لي حتى لو أنا كسبت كاس العالم هتفضل الكصة مستمرة فيه ناس بتحبني وناس ما بتحبنيش ده طبيعي وهي دي الحياة دايماً يعني زي ما ناس مثلاً بتحب الشقروات وناس تانية بتحب زواية الشعر الأسود أنا مضاد للرصاص أنا مكسو بالحديد وتوقف عن سؤال زملائي بشأني الناس طبعاً فيه لقطة أو فيديو كده كان تشر ليه هو وبرونو وفرناندش طبعاً نجل منشستر رونالدو بالتحديد تاني يوم أو تاني يوم مباشرةً تصراحات رونالدو الأخيرة عن منشستر رونالدو وتصراحات النارية لحركة معرفينها فالناس خدت اللقطات ما بينهم ومن بعد أن فيه حالة من حالات الغضب من برونو وفرناندش اشتجاه كريستانو رونالدو بعد تصراحاته النارية فقال لك لا كل اللي حصل في الموضوع ده كلام رونالدو إن أنا سألت برونو وفرناندش أنت طيارتك اتأخرت ليه؟ ضمتلي معسكر بشكل متأخر ليه؟ أنت جايب عن طريق القارب ولا جايب ازاي؟ يعني في نوع من أنواع الهزار يعني ما بينهم ومن بعض وقال إن علاقتي ببرونو وفرناندش مثالية سواء هو أو كل اللي عابين في المنتخب جواو فليكس وكانسلو والأمور على ما يرمى بنا وبالاش تسألوهم عني يعني تسألوهمش عن كريستانو رونالدو يا جماعة لأن فعلا كل مؤتمر صحفي أو مناسبة لتواصل مع العابي ببرتغال بيبقى في سؤال دائم عن كريستانو رونالدو وعلاقته من منشستر رونالدو ورجع بيقول حالي الوقت في المنتخب ببرتغال وعلاقته منشستر رونالدو والتصراحات مش هتأثر أبدا على المستوية بل بالعكس أنا مركز بشكل تام ولما تسألو زملاق سألوهم عن المنتخب نفسه عن البطولة ما تسألوهمش عني خالص يعني وهو عنده حق في الجزء دي بس هو زاكي قوي كريستانو رونالدو من اللاعبين اللي بيحبوا يلعاوه تحت ضغط هو لو تلاحظ توقيت تصراحاته عن منشستر رونالدو توقيت غريب بالنسبة للمتابعين يعني تدخل حكاس عالم لازم زمراكز فهو الراجل عايز يحط نفسه تحت ضغط وتحت تحدي كبير جدا بخصوص حتى مستوى هو فهو شئ في الفترة الفترة ما كانش موفق مع انشستر ماتيو الدنيا ماشية بشكل مش كويس وعلاقته بإيرك تنهاج وما بيلعبش ويلعب بأي أمير والكلام من ده فقال لك لا يا جماعة تبخدوا بقى التصراحات دي عشان الناس يركز معاه بشكل كبير وهو يحب الكلام ده ويرد في الملع أنا أتوقع أن رونالدو هيكسر الدنيا ده توقعي هتقول لي ده لا بفترة أخيرة مش حل لا هو الراجل حط نفسه في الأجواء اللي هو بيحبها ونجح في كده فهنشوف رونالدو هيعمل إيه تكلم كمان عن توقيت تصراحاته نرى التوقيت هو التوقيت من جانبك من السهل أن تقيم اختيار التوقيت أنتم على سبيل المثال تكتبون أحيانا أشياء حقية وبعض الأوقات الأخرى بتتكلمه من خلال بعض الأكاذيب يعني وده ما يفرقش معايا أنا أتحدث عندما أريد التحدث يعني وكل يعرف ما أنا وما أؤمن بي شخصية قوية من كريستانو رونالدو وده أمر يعني معتاد منه قال لك كمان نمتلكت مجموعة طموحة من اللعبين تتحلى بالنهم والتركيز ولذا أنا متأكد أن تلك المقابلة لن تهذ غرفة خلع الملابس أو تشتت تركيزها أصدع على التصراحات اللي قالها بخصوص منشستانو رونالدو قال أنا في أحسن حال أتضرب بشكل كويس جدا وجاهز لكأس العالم بأفضل طريقة ممكنة وأشعر أن قائمة البرتغال حالية من رائعة تمتلك إمكانات كبيرة ومنتخبات المرشحة في كأس العالم أو الفوز بالبطولة ببرازيل والأرجنتين وفرنسا وقال لك أسبانيا وألمانيا برضو من المرشحين ويروء 2016 استطعنا أن نحن نحق المفاجأة وأكيد هو بيرغب في كأس العالم السنادي لأنه دي آخر كأس العالم بالنسبة له أو حتى بالنسبة لليونال ميسي قال يعني ما بطاريتش الأرقام الكلاسية تصريح المعتاد من كريسانو رونالدو الأرقام الكلاسية هي اللي بتطاردني ويعني تحطين بعض الأرقام ده شيء بيسعيده بشكل جديد تصريحات عديدة بالنسبة لكريسانو رونالدو بس أنا قلت أعادتكم أهمها من خلال التصريحات الأخيرة بخلال تصريحاته عن منتشستر نايتد وعلاقته بالندي خلينا نروح لحساب برايم فيديو سبورت وعلى تويتر واللي نشر تصريحات لدي دي دي درامب طبعا المدير الفاني المنتخب الفرنسي واللي قال بنزيمة هو كان القائد لكن العملية مش سهلة ان احنا نختار مين اللي يكون قائد للمنتخب بعد خروج بنزيمة من المعسكر بسبب الإصابة الموضوع مش انك يعني بتترك أصابعك فتصنع قائدا للفريق الموضوع محتاج يعني اختيار صائب من ساعات كان عندنا بنزيمة دلوقتي ما عندناش حد كقائد للفريق فس انت عشان تختار قائد لازم يكون لعيب فعلا يمكنه تقمص هذا الدور لحد دلوقتي فرنسا ما عملتش مين قائد المنتخب الفرنسي في كاسل العالم لكن في كل احوال حنتركب مش قادر اتنبأ ممكن يكون مين بس اتوقع لو فران اعتقد فران في القائمة يا جماعة سليم صح لو انا فاكر صح اعتقد ممكن يكون فران هو الاعتقد لكن برضو او ممكن كمان هوجو لورس حارس توتنم والحارس الاساسي اكيد لمنتخب الفرنسي برضو انه هو قائد كمان توتنم لكن خليها برضو نشوف الامر اين اخر يعني حاجة احنا تترك ليه في الترند المونديال وده الحساب الخاص بالاتحاد الدنماركي لكرة القضاء مع تويتر واللي نشر تصريحات لكاسبر هولماند مدرب منتخب الدنمارك واللي قال انه هو بيأكل كل الاحترام لكرة تونسية بكرة مباراة قوي جدا ما بين تونس ودنمارك الساعة ثلاثة العصر قال هو سعيد جدا متواجد في دولة قطرة مشاركة في كاس العالم وعرب عن امله في ان يكون منتخب دنمارك هو الافضل على ارض الملعب وده في اصد ويعني في ممورات تونس مباراة هتكون قوي واكيد هنترحها في كل الاحوال وعن تواجد طبعا كريستان ايريكسون نيج من منشستر ينايتد الاريكسون اللعيب كبير ويقدم الكثير للفريق والجميع سعيد بتواجده ويكونوا بصحة جيدة طبعا كلنا عافين الحدثة الشهر الحصد في اليورو وكان قابلها برينتفورد في ست الشهور فترة كانت قليلة جدا ده